استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهداف المنصة الإلكترونية لإرشاد المهني لطلاب الجامعات. خلال اجتماع الاستعراض أهداف المنصة تم التأكيد على خدمتها لأهداف التنمية في المجتمع. وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل. من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال. تطرق الاجتماع أيضا إلى أن برنامج التعليم العالي يهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال العديد من الأنشطة. والتي تشمل برامج تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل مع ضمان تعيين بعض طلاب المتميزين في البرنامج. وبرنامج لإعداد الكوادر من القيادات الجامعية ومدير مراكز التوظيف بالجامعات المصرية. من خلال برامج مكثفة تشمل زيارات محلية ودولية للمؤسسات المرموقة.